اسمك يا رب في هذا الصباح بنشكرك لأنك حاضر وموجود في وسطنا الآن يا رب ليك كل الإكرام والمجد الآن يا سيدنا رب أشكرك وأعظمك لأنك موجود ولأنك جاي برسالة لكل واحد وواحدة فينا النهاردة مجد ابنك يسوع وسطينا النهاردة رب وتكلم لقلوبنا وحصرنا في الروح القدس النهاردة بصلي ضد كل روح تشتيت يا رب لا تكون يا رب لا تكون لكن كلمنا كلام مباشر وقوى علينا وعلى ضعفنا وعلى خوفنا وعلى قلقنا ودي لكلامك سلطان ومجال في حياتنا رب شكرك لأن كل ما يصنعه العدو يهدم باسم يسوع المسيح لكل المجد آمين صباح الخير وحشتونا جدا 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 ونشطاق أن نراكم في القريب العاجل في الكنيسة نعبد ونسبح ربنا مع بعض حشتونا قوي ونفسي أقولك كلمة من قلبي النهاردة في بداية الاجتماع قلها للي جنبك واستقبلها في قلبك بالإيمان نعمة وسلام الرب جاي يقولك النهاردة فسط تحديات الحياة فسط القلق فسط الخوف نعمة ليك وسلام النهاردة من رئيس ملوك الأرض من البكر من الأموات من الشاهد الأمين البكر من الأموات يسوع المسيح رئيس ملوك الأرض نعمة وسلام اقبل الكلمة دي في قلبك النهاردة لأن اللي جاي يقولها لك مش أنا اللي بيقولها لك اللي يقدر يعملها في حياتك يقدر يديك النعمة ويقدر يديك السلام قولي اللي جنبك وانت قاعد كده النهاردة نعمة وسلام يومكم مليان النهاردة بنعمة وسلام عندي في الأول قبل ما شارك معاكم من كلمة ربنا بعض الإعلانات المهمة جدا 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 منهم إعلان شخصي هبدأ بيه في الأول الإعلان الشخصي ده عبارة عن تنبيه أو بيان نزل على صفحة الكنيسة أحب أقراء زي ما هو في إطار الأراء المتبينة حول الموضوعات المختلفة للكثيرين من الأشخاص الذين يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي نفيد علم حضراتكم أن الدكتور القص سامح حنة اللي واقف قدامكم هو بعينه هو قص مساعد بالكنيسة الإنجليا بقصر الدبارة والصفحة الرسمية له على الفيسبوك هي باسم دكتور ريفراند سامح حنة وأنا ما عنديش فيسبوك دي صفحة بتنزل عليها العزات والتأملات دكتور القص سامح حنة ليس له علاقة بصفحات أخرى لأشخاص آخرين يحملون نفس الاسم مع كل الاحترام والتقدير لهم نظراً لأهمية الموضوع لازم التوضيح الرب مع جميعكم ده الإعلان والبيان اللي نزل على صفحة الكنيسة أنا ما عنديش فيسبوك ولا عندي أي وسائل تواصل غير الصفحة دي في أسماء أكتر من اسم بيشترك مع اسمي الإعلان التاني مهم جداً برضو اسمعوني وده خاص بكل اللي بيجرى الأيام دي على الساحة في بلدنا موضوع التحرش الناس عمالها تكتب والناس عمالها تعبر عن التعب والقلق بتاعها والوجع بسبب أنه تم التحرش بيهم جنسياً أو لفظياً والكنيسة في الحقيقة من خلال الحملة اللي احنا كنا عاملينها الوقت اللي فات انت مش لوحدك عندنا مجموعة من المتخصصين في مجال الإزاء الجنسي يقدروا يساعدوك ويقدروا يساعدوك إذا تم الاعتداء عليك جنسياً أو تم التحرش بيك بالفعل أو بالقول عندنا ناس تقدر تساعدك في رحلة التعافي والشفاء من موضوع التحرش الحاجات دي بتبقى سرية جداً انت بتكلم الرقم اللي بيطلع على الشاشة هم بيحولوك لأحد المتخصصين وكل اللي بتحكي معاهم سواء المواقف أو الأسماء تبقى سرية جداً ولا يعلم بها أحد احنا كل هدفنا نقف معاك في رحلة التعافي ونمشي معاك المشوار ده ولو انت متحرش بتتفرج دلوقتي على الخدمة بالصدفة أو متعود تحضر الكنيسة أنا أدعوك في اسم المسيح انك تقدم توبة حقيقية وانك ترجع لربنا عشان يحررك من القيود اللي ربطتك وخليتك تأذي ناس وتأذي نفسك وحنا نفسنا كمان نساعدك في رحلة التغيير والشفاء والحرية لو مش قادر تبطل اللي بتعمله ده من فضلك اتصل برضو على الرقم ده في ناس متخصصة هتمشي معاك رحلة بتبدأ من البدايات خالص ورحلة تلمزة وتدريب وحرية ربنا عايز يقودك فيها من فضلك اتصل بالأرقام اللي بتطلع على الشاشة الاعلان التالت أنا عايز أشكر ربنا جداً جداً على شعب الكنيسة ومحبي الكنيسة بسبب عطاءهم السخي في الوقت اللي فات اللي الكنيسة مقفولة فيه بجد بشكر ربنا من أجل كل واحد واحدة فيكم قد بقلب مصرور وبفرح وبحض لتزديد مش احتياجات الكنيسة فقط هنا في أصر الدبرة لكن لتزديد احتياجات الخدمة في مجالات مختلفة وحتى كمان مع كنائس مختلفة أنا بشكر ربنا وعايز أشجعكم نستمر في العطاء بسخاء لأن الاحتياج كبير والعمل متسع جداً كل من يحث قلبه على العطاء من شعب الكنيسة من محبي وأصدقاء الكنيسة لو عايز تبرع أو تدفع التعهد الشهر بتاعك أو تقدم تقدمها أو تبرع لخدمة خاصة من فضلك هتلاقي البيانات نزلة على الشاشة ولو مش موجودة على الشاشة دلوقتي تقدر تروح على صفحة الكنيسة الويبسايت بتاع الكنيسة www.kdec.net سهل قوي وهتلاقي كل المعلومات الخاصة بالتبرع سواء أونلاين بالفيزا ودي وسيلة آمنة جداً سواء أنك تتصل حد يجي ياخد العشور وتعهد معك كل الوسائل سواء كنت في مصر أو برا مصر في أمريكا وكندا تقدر تاخد تاكس ريسيد كل المعلومات الخاصة بتدعيم الكنيسة وخدمة الكنيسة هتلاقيها موجودة على صفحة الكنيسة أو على الشاشة بتطلع على الشاشة بعد المعلومات عايز أقول لك وأقول لك أنت في عطائك أنت شريك لهذه الكنيسة في الخدمة مش بس شريك في الخدمة لكن كمان شريك في الصمر الروحي الكنيسة والحباء والخدام بيشاركوا فيه ربنا يبرككم ويشددكم ويشجحكم عندي إعلان تاني ورجاء صغير الوقت ده احنا محتاجين نسأل على بعض بصورة خاصة أنه مش قادرين نتقابل بسبب الكورونا ونفسي فيه نوعية معاناة من الناس محتاجين نهتم بيها الأيام دي احنا بنهتم بالمحتاجين واللي عندهم احتياجات مادية ونفسية وبنحاول نساعدهم لكن وصطينا وفي حياتنا ناس كبار في السن محتاجين اللي يسأل عليهم أنا عايزة أشجعك بكل قلب النهاردة حط ده في قلبك النهاردة كل يوم حط اسم حد من كبار السن اسأل عليه كلمه شجعه صلي معاه على التليفون صلي معاه من فضلك اعمل كده هيفرق قوي 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 في حياة الناس إنك تتصل بيوم اختار شخص كل يوم تكلمه مش بطلب منك تعمل ثلاث أربع خمس مكالمات بطلب منك مكالمة واحدة لشخص كبير في السن يحتاج إلى سؤالك وإلى تشجيعك وإلى صلاتك خلونا نعمل الحملة دي الوقت الجاي إن احنا نسأل على أهلنا أبأنا وأمهاتنا مش بس الأب والأم بتوعك لكن الأباء والأمهات اللي ربنا حطهم في حياتنا خلصت الأعلانات أشكر ربنا بسرعة طيب عايزة شارككم باللي ربنا أكلمني فيه أو الموضوع المشغول أتكلم فيه النهاردة الأسبوع اللي فات أو الأسبوعين اللي فات كنا بنتكلم على صفة من صفات الله وجوهر الله هو المحبة وتأثيرات المحبة في حياتنا العملية اليومية وفي علاقاتنا وفي المصالحة وفي حاجات كتير قوي وربنا أكلم ناس كتير قوي وكانت رسائل قوية ونارية وشجعت ناس كتير قوي إنها تتصالح وإنها ترجع تمكن الحب مرة تاني في رحلة الحياة ورحلة العلاقات الموضوع اللي ربنا شغلني أتكلم عنه النهاردة أتكلم عن صفة تانية من صفات الله وهو جوهر الله أيضا هي أمانة الله أمانة الله أنا معرفش الأسبوع اللي فات ويمكن الرسالة دي هتكون بتكلم ناس محددة النهاردة معرفش الأسبوع اللي فات عد عليك إزاي مليان بإيه الأسبوع اللي فات كم التليفونات والمشورة كانت خيالية وكانت الحاجة اللي بتتكرر وعملها تتكرر أنا تعبان أنا قلقان أنا خايف أنا مش قادر أنا فقدت شغلي أنا عندي مشاكل عائلية في علاقاتي أنا الصورة بقت سودة قدامي فين أمانة ربنا فين محبة ربنا فين الكلام اللي الكتاب المؤدس بيتكلم عنه فين اللي انتو بتقولوه من على المنابر في الحقيقة ربنا شغلني أتكلم عن الصفة دي أمانة الله من خلال حياة شخص شخص عد في كل التحديات وتحديات صعبة جدا لكن السند والعون بتاعه في الرحلة دي كانت أمانة ربنا وبسبب أن السند على أمانة ربنا قدر يعيش المكتوب قدر يمشي المشوار مع ربنا للآخر وقدر يمتلك الموعيد وقدر يشوف يد الرب الصالحة القديرة في حياته عايز أقرأ معاكم بعض الأعداد من كلمة الله هقرأ من صف التثنية صح سبعة هقرأ أعداد صغيرة وعدد تسعة بيقول كده فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصياه إلى ألف جيل الترنيمة اللي كنا بنرنمها من تثنية 32 وعدد أربعة هو الصخر الكامل صنيعه أن جميع صبوله عدل إله أمانة لجور فيه صديق وعادل هو أقرأ كمان من يشوع أصحاح 21 وأقرأ بعد كده جزء تاني من أصحاح 3 فصح في يشوع 21 وعدد خمسة واربعين يقول الكلمات دي وهو بيختم رحلة حياته لم تسقط كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب بيت إسرائيل اسمع العبارة اللي جاية دي بل الكل صار لأنه إله أمين في يشوع 3 أعايز أقرأ موقف هتكلم عنه بعد شوية في رحلة عبور الشعب ودخول الشعب عبور نهر الأردن ودخول الشعب إلى أريحة هقرأ ثلاث أعداد من أصحاح 3 ومن عدد 3 وأمروا الشعب قائلين عندما ترون تبوت عهد الرب إلهكم والكهنة اللويين حاملين إياه فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءه ولكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو ألفين زراع بالقياس يعني حوالي كيلو يبقى منكم لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل وقال يشوع للشعب تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب عدد 13 ويكون حينما تستقر بتون أقدام الكهنة حاملة تبوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلك وتقف ندا واحدا عدد 15 فعند إتيان حاملة تبوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حاملة تبوت في ضفة المياه والأردن الممتلئ إلى جميع شطوته كل أيام الحصات وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا رحلة مشيها يشوع رحلة يشوع كانت مليانة بتحديات وبصعاب كتير جدا لكن يشوع هو ماشي في الرحلة دي كان مستند على أمانة ربنا وده بيبان من أول من أول المشوار لأول لما نقر عنه أنه كان مثلا من الجواسيس الاثناشر الراحة تجسسوا الأرض كل الناس بتقول لا 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 إحنا ما نقدرش نمتلك الأرض دي بسبب الشعب بسبب الأصوار العالية بسبب التحديات لكن يشوع وكالب ابن يفن اللي اتنين دول كانوا بيتكلوا على أمانة ربنا ويشوع قال لا 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 نحن نقدر عليها نصعد ونمتلكها ليه لأنه مستند على أمانة ربنا الذي لا يتغير اللي مش بيغير كلامه عش كده جي يشوع في نهاية أيامه لما بص على كل التحديات وكل الحروب وعبور الأردن ودخول أريحة شاف كل المنظر ده وقال لهم على فكرة إلهنا ده أمين الكل قد صار لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح اللي الرب بتكلم بيه على الشعب ده ولما تقرى صفر يشوع بيديك لمحة بيديك صورة بيديك جانب من جوانب أمانة الله مع هذا الشعب أمين هو أمين يمكن النهاردة أنت بتكتسف رحلة صعبة مليانة حروب نفسية وحروب جسدية وحروب مادية ومليانة بالقلق والخوف سهل قوي نعلن أمانة الرب في الوقت الكويس في الوقت اللي إحنا فيه ظروفنا كويسة الله أمين بنبقى فرحانين قوي بس في الأوقات الصعبة معرفش اللي مش بنغني الأمانة ربنا معرفش ليه مش بنستند على العمود ده خليني أقول يعني إيه أمانة الرب أمانة الرب يعني هو أمين ثابت لا يتغير لا يجذب لا يندم لا ينسى لا يفشل أبدا وده اللي قاله في عدد صفر العدد صحة 23 وعدد 19 ليس الله إنسان فيجذب أو ابن إنسان فيندم هل يقول ولا يفعل هو يقول ما بيعملش ده مش إنسان ما عنده سبب يجدد هو أمين ربنا أمين وده اللي قاله في تسنية سبعة تسعة فعلم خلي بالك اوعى تنسى أن الإلهك والله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصيان ولما تقرأ صفر التسنية كلمة اللي اتكررت كتير في صفر التسنية أذكر تذكر عمال يكلمهم على أمانة الله معاهم في الرحلة والمشوار اللي عاشوا بولس قال حاجة مهمة قول تلميذ وتيموتاوس في تموتاوس التانية أصحة 2 وعدد 13 قال له كده إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا في حاجة ما بيقدرش يعملها ما بيعرفش يعملها مش موجودة فيه لن يقدر أن ينكر نفسه أمانة ربنا معاك ومعايا مش متوقفة علي مش متوقفة على أمانتي مش متوقفة على طاعتي للوصية وهتكلم عنها مش متوقفة على ظروفي وتزبيحي وخدمتي وصمري أمانة الله مطلقة في ذاته في جوهره الله أمين لا يقدر أن ينكر نفسه أبدا ما إحنا قرينا في تاسنية أنه هو بيحفظ العهد والإحسان للذين يحفظون وصية يبقى الخطاء مش هيكتشفوا أمانة ربنا يبقى المؤمنين اللي نص نص مش عايشين وصية ربنا مش هيكتشفوا أمانة ربنا الكلام ده مش مظبوط الله أمين 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 الشخص المؤمن اللي بيتيع ربنا وبيحفظ الوصية وعايش مع ربنا باستقامة وأمانة بيختبر تحقيق الوعود في حياته كل ما هو بيحفظ الوصية وبيعيش مع ربنا هو متلامس مع أمانة الله طب لو أنا مؤمن ومش بطيع الوصية فين أمانة ربنا بقى تبقى فين أمانة ربنا عارف أمانة ربنا في إيه بالنسبة لك وأنت لا تطيع الوصية وأنت لا تحفظ الوصية عارف أمانة ربنا إن ربنا يفضل يكلمك إن ربنا يفضل ينبهك إن ربنا يبعط لك وعظة زي دي ربنا يبعط لك ترنيمة ربنا يبعث لك آية ربنا يبعث لك شخص أمنته واضحة أمنت الله واضحة في حياته عشان يفكرك وعشان يقول لك أن الشخص الأمين بيختبر وعود الله الله فأمنته لا يتركك حتى لو أنت لا تطيع الوصية لا تتغير أمنته من ناحيتك حتى الشرير الخاطئ الذي لا يصر بطرق الله يظل الله أمين لهذا الشرير عشان كده بيقول أنه الله بيشرك شمسه على الأشرار والأبرار الله في أمنته للأشرار والبعيدين عنه بيحفظ الخليقة بيحفظ الكون فأمنته للأشرار والبعيدين بيقول كده أن أظهرت نعمة الله المخلصة لجميع البشر دي نعمته أنه يفضل يعلن خلاصه ومحبته وفداءه لكل إنسان على وجه الأرض دي أمانة الله لا تتغير المؤمن بيلمس وبيختبر وبيشوف والمؤمن المتعسر اللي مش بيطيع ربنا يفضل يكلمه وربنا يفضل يقدبه عشان يعيش الوصية ويعيش المكتوب لأن من يحب الرب يقدبه رفين أمنت الله هي اللي حفظانا إلى هذه اللحظة حفظ هذا الكوكب وهذه الخليقة إلى هذه اللحظة رفين في صفر التكوين لما تقرأ بعد الطفال ربنا وعد أن يبقى في مواسم وفي حصاد وفي برد وفي حر وفي حاجات كتيرة قوي رفين ربنا لو شال إيده وسحب أمنته من الكون ده لن تستمر الحياة على هذه الكون مش تقدر تكمل يوم بدون أمانة الرب أمانة الله أساسية في استمرارية الحياة الله أمين لا ينسى ولا يتردد ولا يفشل سابت ومسؤول ولا يتغير مزمور 119 عدد 89 بيقول إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات إلى دور فدور أمانتك من جيل لجيل لجيل نفس الأمانة نفس الشخص لا يتغير يعقوب كده قال ما فيهوش تغيير ولا ظل دوران دي أمانة الله ده جوهر الله لا يتغير في شخصه لا يتغير في كلمته لا يغيرها لا أغير ما خرج من شفتي حبائي أمانة ربنا هي الشيء الوحيد اللي يزيل الألأ والتوتر من حياتك إنك تصدق وتستند على أمانة الله في حياتك الفين الأمانة دي اللي بتخليك تعرف تسبح يا بغت الناس اللي شايفة الله أمين شايفة جوهر الله أمانته بتعرف تسبح ربنا بتعرف تهدف للرب من كل قلبها لأن شايفة إله الأمانة عظيم الصميع عارفيني الأمانة دي اللي بتحفظني وبتحفظك من الشرير في آية كده الروح القدس نورها قدام عناية وأنا بحضر الخدمة دي في تسالونيك التانية تلاتة تلاتة بيقول كده أمين هو الرب الذي سيثبتكم اسمع اللي جاية ويحفظكم من الشرير أمين أمين يحفظكم من الشرير أمانة الله أمانة مطلقة ثابتة كده مزمور 89 وعدد 2 بيقول أمانة الله مثبتة في السموات في آية كمان جميلة قوي تشبيه في منتهى الروح عن أمانة ربنا في أشعية 11 عدد 5 بيقول ويكون البر منطقة متينة والأمانة منطقة حقويه الأمانة منطقة حقويها يعني عايز يقول بالتعبير يعني البلدي إذا جاز التعبير أن الثيابة التي يرتديها الله هي الأمانة أن الحاجة اللي بتغلف شخص الله هي الأمانة الستر الثياب اللبس هي الأمانة فين المشكلة؟ نحن مرات بنبقى مصدقين الكلام ده إن الله أمين بس مش مختبرينه ومرات بنقول الناس تختبروا بس أنا مختبروش أو شاكك في أمانة ربنا أعزي أقول لك سببين أو تلاتة أو أربعة بسرعة كده عنوين قبل ما تكلم على القضية الأساسية حاجة الأولى اللي بتخلينا نقول إن أمانة ربنا مش تشتغل معنا في الظروف اللي بنكتاز فيها دي إن الزمن عند ربنا غير الزمن عندنا إحنا عايزين أمانة ربنا تشتغل في الحال الآن في الظروف الصعبة قدام الاحتياج المادي قدام الأزمة النفسية قدام التحدي اللي بكتاز فيه قدام المرض عايز أمانة ربنا ووعود ربنا تحصل الآن مع إنه واحدة من ألقاب ربنا في العهد القديم يقول عنه كده أنا إله إبراهيم وأصحاق وأعقوب أنا إله الأجيال أنا إله كل التاريخ أنا شايف التاريخ من خلال الصورة الكبيرة بس أنا عايزه دلوقتي الزمن عند ربنا غير الزمن عندي وعندك ربنا وعد إبراهيم إنه يديله طفل وإنه هيبارك جميع الأمم من نسل إبراهيم وإنه هيديله الأرض بس ما قالوش هديك الأرض أنت اللي هتخدها لكن نسلك هيدخل الأرض بس وعدوا إنك أنت إبراهيم هيبقى عندك نسل وإبراهيم كان متقدم في الأيام كان عمره كبير الطبيعي جدا إنه رب ده الوقت ما ينفعش نستنى تاني خمسة وعشرين سنة ما ينفعش أو أعتقد يعني إذا كان في حوار بن إبراهيم وصرة ربنا قال كده طبعا نساعد ربنا عشان إحنا الزمن عندنا مختلف والزمن عند ربنا مختلف ودخل على هاجر وجاب إسماعيل وعندين جاء إسحاء الزمن عند ربنا مختلف عني وعنك فكرين لعذر قصة لعذر قصة جميلة جدا بعتوا للمسيح وقالوا له هو ده الذي تحبه مريض تعالى بقش فيه أنت بتشفي الأمراض وصمعتك بتاعت أمراض قبل ما يموت الحقه قبل ما يقوت ده زمن الشفاء لأنه لو مات الموضوع انتهى مش هينفع يقوم من الأموات ده ده الوقت المناسب اللي كتشفي فيه لعذر لأنك بتشفي الأمراض عارفين يقوله الكتاب إيه؟ أن يسوع مكث هناك يومين قعد يومين تاني الزمن عنده غير الزمن عندنا ليه بيجي متأخر ليه بيجي في الهزيع الرابع من كتر ما احنا عايزين دلوقتي احنا مش قادرين نشوف أعمال الله الكاملة وما عندناش قوة انتظار لتحقيق كلمة الرب زي ما بيقول كده إلى مجيء وقت كلمته وقت ما جيء كلمته بالنسبة لي أنا أقول لكم أنا في حياة الشخصية تعلمت الدرس ده ليه بتيجي في الهزيع الرابع بكل كدوح تعلمتها عبر السنين يا سامح عشان عايزك لا تعتمد على إمكانياتك وحكمتك ومهاراتك وإمكانياتك عايزك تعتمد على الحاجة دي أنا عايزك تعتمد علي أنا معرفش هو بيجي لك في الهزيع الرابع إيه الدرس اللي عايز يعلمه لك لكن عايز ينزع كل اعتمدية على الزات والإمكانيات والناس والظروف يمكن بيجي في الهزيع الرابع علشان يمجد ابنه لما كل الصورة تبقى ظلمة لما كل الناس تقول لا أمل ويجي يسوع يدي أمل ورجاء قالوا له كده لا تتعب المعلم ابنتك قد ماتت نسيح بيقولك النهاردة آمن فقط ابنها فقط ماتت يمكن بالنسبة لك النهاردة الحلم بتاعك مات اللي منتظره مات الوعد اللي مستني يتحقق يمكن جواك مات الرب بيقولك النهاردة آمن فقط لكن فيه سبب تاني بخلينا نشقدرين نستند على أمانة ربنا مش بس إن الزمن مختلف إن الواقع اللي بنعيشه اللي عنينا شايفاه مالي المشهد عنينا مركزة على الواقع مش على أمانة الرب ودي الأزمة قصة بتاعت يشوع تخيل معايا كده التحدي اللي بيقابله يشوع مع الشعب الحدي صعب جدا الواقع بيقول مستحيل الشعب ده يعدي نهر الأردن لأن نهر الأردن نهر صعب عبوره مختلف عن البحر الأحمر فيه نهر الأردن عبارة عن تجميع التلت أنهار كده مية بتيجي من جبال سوريا ولبنان من ارتفاع عالي جدا مندفعة من فوق المية دي بتبقى متجمدة في شهر الشتاء ولما ييجي الربيع الحرارة بترتفع والتلج بيدوب والمية بتنزل مندفعة بيقوله شراح الكتاب تقريبا من 400 إلى 600 متر اندفاع المية من فوق ثلاثة أنهار بتتجمع تدفق شديد جدا للمياه العيان صعب مش بس كده أنه ربنا بيقول للشعب ده هتعبر أو بيقول يا شوع أنت هتعبر في وقت الحصاد جزء اللي قريته معاكم في يا شوع ثلاثة وقت الحصاد ده أصعب وقت العبور الأردن عادة النهر الأردن في فصل الخريف والشتاء والصيف العرض بتاعه عبارة عن 16 إلى 18 متر لما بيجي فصل الحصاد أو فصل الربيع بيتضاعف العرض بتاعه عشرة أضعاف يعني بيبقى 180 متر والمية نزل بقوة ده مش وقت عبور الوقع بيقول لو كان هيخلينا نعبر لو كان هيغير الظروف لو كان هيعمل المعجزة لو كان هيفتح الباب كان عنده الخريف كان عنده الشتاء كان عنده الصيف مش لما بازت خالص وتبهدلت خالص هيفتح لنا الباب لا ده مش منطقي طول معنيك على الواقع مش هتقدر تشوف أمانة ربنا ولا تختبر أمانة ربنا في حياتك يمكن تكون نهاردة الأيام دي وانت بتسمعني في نهر أردن كبير في وقت حصاد في وقت السورة عملة تسوق من يوم إلى آخر وفقدت كل أمل ورجاء عايزك النهاردة ترفع عينك من على الواقع وتبص على أمانة ربنا كل ما عنيك على الواقع كل ما تنظر إلى الواقع كل ما الإحباط هيم لقلبك والتوتر هيم لقلبك والقلق هيم لقلبك الواقع مخيف الواقع مخيف لكن لما ترفع عينك وتبص على أمانة ربنا وتشوف أعماله في حياتك وحياة الآخرين في حياة شعبه كل ما كتب كتب لأجل تعلمنا الواقع بيقول مش هينفع مش بس كده في سبب تاني إن الشعب اللي كان عايز يعبر ده ما شافش معجزة عبور مية قبل كده في العهد القديم في قصة العبور فيه معجزتين عبور للمية واحدة مع موسى الشعب اللي كان مع يشوع ما شافش المعجزة دي لأن الجيل اللي قبل كده ماتوا في القفر كلهم ما فضلش غير يشوع ابن نون وكالب ابن يافون دول اللي شافوا المعجزة الأولى لكن المعجزة التانية ما عندي ناس سجل أنا ما شفتش في حياتي معجزة زي كده في الوقت الصعب ما حصلتش في حياتي قبل كده يبقى ليها تحصل دلوقتي فيه ناس لما بتبصوا الورا بتقول أنا ما شفتش يبقى مش هيحصل الشعب ده اللي كان بيعدي ما شافش عبور البحر الأحمر سمع زي ما انت بتسمع في العزاد زي ما انت بتسمع عن معجزة حصلت في حياة حد لكن الشعب ده لما صدق في أمانة ربنا لما يشوع ساعدهم يستندوا على أمانة ربنا شاف المعجزة وتحققت المعجزة في حياة هذا الشعب أقول لك سبب رابع خلينا تايهين في الرحلة مش قادرين نستند على أمانة ربنا خبراتنا السيئة في الحياة خبراتنا السيئة مع الناس دينا خبرات سيئة كتير من عدم الأمانة ناس كتيرة اتجرحت من الناس بسبب الخيانة الخيانة زوجية حدث ولا حرج خيانة الأصدقاء وإفشاء الأسرار وأنه نوعد بحاجة وما عملهاش حتى الأباء والأمهات مرات كتيرة بيوعدوا أولادهم وبناتهم بحاجات وما بيعملوهاش عندنا سجل مليان بخبرات فشل في الحياة عن الأمانة فمش قادرين نصدق أن ربنا مش زي الناس مرات الناس مش بتافي بعودها لأسباب كتيرة قوي اللي ما عندوش نفس طويل ما عندوش إرادة يكمل يحقق وعده اللي مزاجه بيتغير النهاردة كان كنت كويس معاه فاوعدتوا عمله كده عمل موقف فاديقتي منه فاروح أنا ما كملش الوعد أو كسلان مش قادر أنفذ اللي أنا اتفقت عليه فيه أسباب كتير قوي أو فيه مؤسرات خارجية ضغطت علي خلتني ما كونش أمين وما عملش اللي أنا قلته والوعد اللي وعدت به فيه احتياج عندي فيه خوف عندي فيه أسباب كتيرة بتمنعنا نعيش ونفي بوعودنا لكن عايزة أقول لك خبر جميل قوي الله الأسباب دي لا تؤثر فيه بتاتا مطلقا ما فيش حاجة خارجة عنه بتأثر فيه ما فيش حاجة اسمها الكسل ما فيش حاجة ما عندوش اسمها إرادة ما عندوش كده ليس الله إنسان املى قلبك بالإيمان ده استند على أمانة ربنا في رحلة الحياة هو أمين لا يقدر أن ينكر نفسه أمانة ربنا أمانة ربنا أمانة ربنا عايزة أشجعك النهاردة بكل قلبي لو رحلتك مليانة بمحطات من الخبرات الفاشلة في العلاقات بسبب الخيانة بسبب اللي وعدوك ما عملوش الوعود بتاعتهم معك ربنا ما زي الناس دي ربنا ما زي الناس دي عايزة النهاردة أشجعك أنك تستنى الزمن الإلهي الوقت الإلهي الوقت الإلهي أنت مستعجل أنا عارف وربنا حاسس بيك وحاسس بمشاعرك وعارف أنت بتكتز في إيه وهيديك نعمة وهيديك سلام وهيديك معولة إلى أن يحقق الوعود بس انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك ما تلويش درع ربنا أنه يحقق موعيده الآن أمانة الله بتضمن لك أنه سيحقق موعيده حتما في وقتها في الوقت المناسب لأنه شايف الصورة على بعض سدق أن ربنا هيعمل كده اوعى تخلي الواقع والعيان يهزك اوعى تخلي الواقع والعيان يهزك العيان إبليس بيستخدمه عشان يحبطك ارفع عينك من على العيان وبص على أمانة ربنا ارفع عينك من على الناس والذكريات والخبرات الفاشلة اللي سرقت استنادك على أمانة الله في حياتك خلي بالك في ناس تانية حتى أمانة ربنا أنه يعمل معجزة بالطريقة دي بالشكل ده بالاسلوب ده ربنا ما بيكررش المعجزة فين في معجزات كتيرة لها علاقة بالمية ما فيش ولا واحدة شبهة تانية حتى في إقامة الموتة مثلا يعني ما تشوف ربنا ازاي أقام لعظر أنت الزمن عدة خالص رحت وطلعت قال له لعظر هلومة خارجا أمر ندى عليه وهو في القبر ابن أرمالة نايين ده لسه في الكفن في الصندوق بتاعه ما عدي كده ما نداش عليه لمس لمس النعش قام الميت ابنة ييروس قال لها كده يا صبية في القودة على السرير لسه بقى بيوضبولها الكفن يا صبية لكي أقول قمي ما تحدش ربنا في شكل المعجزة هيعملها ازاي مش شغلتك هيعد بيك الأردن ازاي مش شغلتك هيفتح لي باب للشغل في زمن الكورونا ازاي مش شغلتك هيسدد لي احتياجاتي المادية ازاي مش شغلتك دي شغلته هو دي أمانته هو استند على أمانة ربنا دي الأمانة اللي استند عليها يشوع في رحلة الحياة عشان كده في كل الحروب وكل المحطات الصعبة في حياته كل الأزمات اللي اكتاز بيها اكتاز بأزمات على فكرة يشوع مش بس حروب عسكرية لكن عدى في أزمات خصوصا أمام هزيمة الهزيمة أمام عاي وعدم القداسة بتاعت شعب كان عنده تحديات كتير قوي دي الأمانة اللي استند عليها يشوع ودي الأمانة اللي خلت يشوع يمشي مع ربنا طول السكة وما يطلعش وما يتهمش ربنا وما يخلي وما خلاش أمانة الله مجرد ترنيمة بيقولها لكن حقيقة وقع في حياته وقدر يعيش مع ربنا للآخر مش كده الجزء اللي قريته معاكو في يشوع أصحى ثلاثة بيقول على خطوات مكنت يشوع من عبور نهر الأردن الخطوة الأولى إنه استند على أمانة ربنا وأمانة ربنا دي خلته يعمل حاجات مهمة قوي حاجات أنا وأنت محتاجينها الأيام دي نعملها لنختبر وندخل أرض الراحة أرض الموعد أرض الثمر المتزايد أرض اختبار حضور الله فصحى ثلاثة يشوع بيقول لهم في عدد ثلاثة وهو بيتكلم عن التابوت عندما ترون تابوت عهد الرب إليكم والكهنة اللويين حاملين إياه فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءه أمانة الرب اللي السند عليها يشوع ثقة الكاملة المتناهية في الرب وفي معيد وفي كلماته أنه ثابت لا يتغير لا يتأثر لا يتردد لا يفشل الأمانة دي استناده على أمانة ربنا خلته يقول بملء الفم للشعب لما تشوفوا التابوت امشوا وراءه خلت يشوع يتبع الرب كل قلبه خلت يشوع قدام التحدي الكبير اللي شكله صعب واللي شكله مستحيل أنه يمشي وراء ربنا لو عايز تعبر الأردن الصعب اللي في حياتك هذه الأيام سير وراءه اتبع الرب امشي وراء الرب فين فقصح تلاتة كلمة التابوت الرب اتكررت أكتر من مرة والتابوت ده كان مصنوع من حاجتين مصنوع من خشب الصنت ومحدود عليه مغشب الزهب ودول شرح الكتاب المؤدس بيقولوا إن خشب الصنت ده لا يفسد وده إشارة إلى نسوت المسيح وإنه الدهب ده إشارة إلى لهوته تكلم على شخص المسيح الله الظاهر في الجسد عادة التابوت ده بيبقى وسط الشعب لو قريته العهد القديم وخيمة الاجتماع تلاقي إنه التابوت في وسط المحلة يعني الشعب ملتف حوله وده رمز أو صورة إلى إعلان حضور الله وسط شعبه وهو يرمز للمسيح في العهد الجديد الله الظاهر في الجسد لكن هنا في الموقف ده قدام كل التحديات اللي بيكتازوا فيها التابوت اتنقل من وسطهم إلى أمامهم وده ملحوظة مهمة أوي التابوت ما كانش في الوسط قال لهم سيروا وراءه وخلوا حوالي ألفين زراع بينكم وبينه تقريباً كيلو مهمة أوي الملحوظة عايز أقول لك حاجة قدام التحديات قدام المصايب اللي بنكتاز فيها قدام المواقف الصعبة عايز أقول لك حاجة يسوع السائر معنا اللي قال كده أنه هو معنا كل الأيام بينتقل من وسطنا إلى أمامنا ليكتاز في كل التحديات قبل وقبلك ويمهد الطريق وده اللي قاله في أشعية 45 أنا أسير قدامك والهضاب ومهد لأنه قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين هو نزل لنهر الأردن هو نزل للموت قبل وقبلك هو اكتاز في كل الألام والتحديات ليمهد الطريق لك وهشعر بيك وبيكي ده التبوت أنا أسير قدامك ليه أتبع الرب ليه أتبع الرب ما نتبع المقترحات والخطط الاقتصادية ما نتبع النصايح البشرية في الوقت ده أسأل عبارة في منتهى القوة فعدد أربعة ولكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو ألفين زراع بالقاس لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل أنا قدامي الآية دي أنحني قدام ربنا إحنا مش عارفين في إنسانيتنا بكرة في إيه مش عارفين المجهول أعتقد يعني المعلوم دلوقتي كان مجهول بالنسبة لنا زمن الكورونا ما كناش نتوقعه خالص كانت حاجة مجهولة بس لما جيه شفنا عجب العجاب عجب العجاب أنا ما عرفش أنت أنا وإنت ما نعرفش بكرة تصدقني ولا نعرف السنة الجاية وأقول لك اللي جاي كله جديد في جديد اسمعني اللي جاي كله جديد في جديد ومش جديد بس كبير بس مجهول عايز تتطمن في الرحلة دي عايز قلبك ما يرتجفش جواك عايز ركبك ما تقعدش تخبط في بعض امشي وراه امشي وراه لأن اللي جاي مجهول المستقبل مجهول مجهول المجهول مجهول الوحيد اللي يعرفه هو عشان كده لما بمشي وراه بينقلني لبر الأمان بياخدني إلى شاطئ الأمان مش ممكن يقودني في طريق غلط مش ممكن يوديني حتة غلط مش ممكن يقضي علي وانا ماشي وراه هو الوحيد اللي يرشدك قال له كده أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك لما تستند على أمانة الله مش هتبص على الظروف اللي جيب لك إحباط هتمشي وراه أمشي وراه لأنه معرفش الطريق ده قبل كده امشي وراه لأنك لا تعلم ما ستحمله الأيام لك أنا معرفش الأيام مخبيالي أنا إيه سامح معرفش هتفاجئ بإيه في حياتي معرفش وعرفش كمان أنت متأكد من الحقيقة دي بالنسبة لك ولا ولا واحد فينا عارف الأيام مخبياله إيه مجهولة لكن أنا عارف أنه هو عارف الأيام فيها إيه ولأني قبله ولأني ماشي وراه هينقلني إلى بر الأمان أيا كان اللي هقبله تحدي احتياج مدي أزمة مرض سيروا وراه يعني إيه أمشي وراه يعني إيه الكلمة دي يعني بقى فيه علاقة شخصية بينك وبينه يبقى فيه لقاء يومي بينك وبينه كلمة اللي استنزفت واستهلكت الخلوة الشخصية فيه علاقة فيه علاقة وفي العلاقة دي أنا بتعلم منه وفي العلاقة دي من اللي بيعلموني بستريح هو قال كده تعلموا مني لإني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم إحنا تعبنين عايز استريح امشي وراه اتعلم منه وكل ما تتعلم منه وكل ما تشوفه وكل ما تقعد مع كلمته هتشوفه في جماله وعظمته وآمنته وبهاء وقدرته قلبك اللي بيرتعش وبيرتجف يتطمن يعني هي أتبع الرب يعني هاتبع الكلبة دي توبة للذين يحفظون وصايا دي تبعية الرب في آية في منطقة الخطورة في أمثال بيقول من يحول اذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكرهة عارف يعني يعني لو حضرتك اكتفت بس بالصلاة وبعدت عن كلمة ربنا الصلاة دي مش مسموعة ومش مقبولة ومش مستجابة بالعكس بيقول مكرهة صلاة بدون الكلمة مفاش استجابة وكلمة بدون الصلاة هو علم بينفخ معرفة فضية تبع عندك معلومات قوي عن ربنا نفخاك مش أكتر من كده أرجوك وأرجوك لا تترك ذهنك فريسة للعالم وأفكار العالم لكن سيب ذهنك لكلمة ربنا تبعية الرب أن أمشي وراه وأتعلم منه يقول كده جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع أنا في لقاء شخصي معاه أنا في لقاء مع كلمته شخصه أمين لا يتغير في شخصه ولا يتغير في كلامه ولا يغير كلامه دي السكة لهم أوعوا تقربوا عارفين احنا مرات بنعمل ايو دي مشكلتنا عارفين لو الشعب مشي بجانب التابوت مش هيشوف الطريق لأن التابوت مش مسابقه لأن ربنا مش ماشي قدام مشين جنبه مش عارفين ولو في النص نفس الموضوع لكن لازم يبقى هو قدام ونمشي وراه لأنه هو عارف الطريق ما تزبقش ربنا ما تزبقيش ربنا ما تقترحش على ربنا حلول ما تقولش لا لا هي شكلها الطريقة دي هي شكلها السكة دي هو ربنا عايز ماشي ماشينا هنا اوعى تقول حاجة الرب ما قالهاش اوعى تمشي في طريق ربنا ما شاورش عليه استنى الرب استنى كلمة الرب واسمح للروح القدس أن يقود حياتك حاجة تانية والأساسية في الرحلة دي في عدد خمسة بيقولهم كده تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب أمانة الرب خلت يشوع يقود الشعب أنه يمشي ورى الرب لكن أمانة الرب خلت يشوع يقول للشعب تقدسوا لأن مفتاح العجائب مفتاح المعجزات مفتاح حاجات كتيرة أو مفتاح الأبواب المغلقة القدس القدس تقدس يعني تخصص يعني تكرس يعني انفرز للرب يعني ابعد عن كل نجسات العالم يعني موت الشهوة لجواك شهوة العيون وشهوة الجسد وتعظم المعيشة وده اللي بيقوله بولس في رسالة غلطية الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات علمونا وإحنا صغيرين كده من بعض التدريبات الروحية قالونا الكلمات دي كل يوم كده اعمل تمرين صغير وما تعملش تمرين جديد لما تخلص من التمرين القديم نعمل ايه يعني قوله اختبرني الله وعرف قلبي وشوف ايه في قلبك الشهوة اللي في قلبك ايه المرارة اللي في قلبك ايه عدم الغفران اللي في قلبك النظرة الشريرة اللي في عينيك ايه الحاجة اللي ملوسك واختار واحدة وقولها رب حررني منها وابدى اتدرب انك تصله بالأهواء والشهوات ولما تنجح في الخطوة الاولى تاخد واحدة تانية تاخد واحدة تالتة وتمشي سكة التغيير وتمشي سكة القداسة يعني ايه يعني كل يوم اطرح كل فكر شرير كل يوم اتخلى عن القديم واتحلى بالجديد وده اللي بيقوله اخلع الانسان العطيق مع اعماله الشريرة ويقولهم كده ولبستهم الجديد الذي يتجد للمعرفة حسب صورة خلقه ان كل يوم في حياتي كمؤمن احنا جماعة قبلنا المسيح وخلاص وتغيرنا وحضرنا تدريبات وكملنا بقى في الخدمة مش ده بيقول كده كل يوم كل يوم نقلع القديم في حاجات لسه قديمة حتى ولو صغيرة فكرة نظرة شعور بايخ نحية حد مش قادر اخفر لحد في حاجات جوه زمان كنا بنتوب عن الدبش الكبير الزنا والسرقة ولكد حاجات كبيرة كده كل ما بنكبر مع ربنا بنتوب عن حاجات اصغر واصغر 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 الى ان نتنقع القداسة التي بدونها لن تختبر العجاب ليه لازم اتقدس عشان تشوف ربنا في ظروفك الصعبة اكبر احتياج ليك في الظروف الصعبة والابواب مقفولة انك تشوف ربنا تدقني مش احتياجك ان الظروف تتغير والناس تتغير والشغل يتحسن والفلوس تكتر مش ده احتياجك احتياجك ان في الوقت الصعب قدام نهر الاردن اللي مياهو يقول عنه الكتاب كبرياء الاردن قدام ده تشوف ربنا الاقوى من نهر الاردن وكبرياءه ده احتياجك الكتاب بيقول القداسة في عبرانين 2-14 القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب انت محروم من رؤية الرب قدام كل التحديات اللي بتجتاز فيها عشان كده قلبك بيرتجف عشان كده انت قايف احتياجك ان ترى الرب وعشان ترى الرب القداسة اوعى تمشي في الرحلة الحياة وانت مش شايفه اوعى قال كده طوبة لانقياء القلب لانهم يعاينون الله كتير بيقولولي يا أسيس احنا صلينا وربنا بيعملش حاجة صلينا ومنتظرين والوعد وقلنا وكلمنا من الكلمة وكلمنا عن طريق ناس وكلمنا في المغدع وفيش حاجة بتحصل راجع القداسة في حياتك القداسة عدم القداسة بيعطل استجابة الرب ان رعايته إثما في قلبي لا يستمع لي الله خطياكم صارت فاصلة بينكم وبينه ده اللي بيقوله أنا أول واحد بيقول الكلام ده ليه راجع قضية قداسة في حياتك قداسة بدونها مش تبقى مثمر في حياتك يولفت يمثاوس نفسك حبائي عجائب ومعجزات وتحقيق الموعيد معجزات الغد مرتبطة بقداسة اليوم عجائب الغد مرتبطة بقداسة اليوم شعب تقدس ودخل أريحة عبر الأردن ودخل أريحة شعب رجع للخطيئة هزم هزيمة مريرة من مدينة صغيرة وربنا قال لهم كده في وسطك حرام يا إسرائيل لا أعود أكون في وسطكم حاجة الثالثة اللي خلت يشوع قدام أمور تبدو غير منطقية تبدو غير منطقية وأمور صعبة وتحديات يسلك بالإيمان مع ربنا فأصحح ثلاثة وعدد تلاتاشر طريقة اللي ربنا قال بيها هتعبره الأردن قال له كده لما الكهنة حميلة تابوت بتنغمس أرجلهم في نهر الأردن رجليهم بتون أقدامهم بتلمس الأردن تحت خلي بالكم المية المشهد تخيلوا المشهد المية نزل شلالات والتابوت شايلين ورمز حضور الله لما بقى الكهنة دي اللي شايلين التابوت رجليهم تنزل ده مشهد غريب جدا طب التابوت هيغرق وبعدين لو غرقنا وغرق التابوت لا في كهنة يصلوا ولا قدموا زبايح ولا الحاجات دي ولا في تابوت ولا في حضور الله كلام صعب لكن يشوع لأنه مصدق في أمانة ربنا اللي قاله كده عارف أن ربنا هيعمل اللي قاله وهيعبره الأردن حتى لو كانت الطريقة والشكل مختلف الأوضاع صعبة والمية منحدرة إلى فوق الأوضاع صعبة في حياتك الأوضاع صعبة في حياتك جدا لكن اسلك بالإيمان مع ربنا حبا الإيمان هو الثقة بما يرجى والإقان بأمور لا ترى هيوقف المية إزاي مش شغلتي مش شغلتي مش منطقي المية تقف طب في البحر الأحمر يعني أهو شقه بعصاية موسى وعمل حيطة كده مية وحيطة كده مية وعبر الشعب ما لكش دعوة هيعملها إزاي مش شغلتك هيسدد احتاجاتك المادية إزاي مش شغلتك هيشفيك بالدوى ولا بمعجزة مش شغلتك مستحيل مرات كده العيان يخلي الكلمة اللي بتطلع من جواك مستحيل 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 هو كان ينفع أن العزراء تحبل وتلد ابنا ودي حقيقة كل الأديان غير المسحية يعترفون بها وكل العالم يعترف بالميلاد العزراوي هو ده كان منطقي أن العزراء تحبل وتلد ابنا مش منطقي بالنسبة للناس لكن بالنسبة لصاحب القدرة الإله الأمين اللي وعد أنه في ملء الزمان هيأتي بالمسية جاء المسية هو كان منطقي صار وهي متقدمة في الأيام تحبل وتلد هو ده منطقي مش منطقي بالنسبة لك بس بالنسبة له هو عارف هو بيعمل إيه جالت لفوق رسالة يوم الثلاثة اللي فات من صديق تقابلت معاه من أكتر من خمس سنين في السويد هو أنا استأذنته أحكي الحكاية دي هو مش مصري هو عراقي شخصية جميلة جداً مؤمنة قبلة الرب ومن ساعة ما قبل الرب هو مخصص مكرس للرب وعايش باستقامة قلب وبيغدم ربنا بحماسة شديدة جداً وببساطة الأطفال ما فيش حد اللي ما بيكلموا عن المسيح ويعمل مجموعات ويروح وهو بيشتغل عنده تاكسي وهو بيوصل الناس يكلم الناس بيعمل حاجات كتير قوي ولما قبلته من خمس سنين قال لي أسيس أنا جوايا طلبة بقالي سنين بصليها وربنا محققهاش لغاية دلوقتي وأنا مصدق بصو الكلام قال لي أنا مصدق أن ربنا هيديني طفل كلام ده أنا قبلته من خمس سنين كان بقاله خمساشر سنة متجوز يوم الثلاثة اللي فات كده يعني عشرين سنة بعتلي قال لي يا أسيس احنا هنبقى ثلاثة أنا مراتي حامل عشرين سنة عشرين سنة آمن فقط ابنتك قد ماتت آمن فقط تأخر الوعد آمن فقط الباب لسه مقفول آمن فقط العيال ما تغيرتش وما قابلتش ربنا آمن فقط البيت مش عارف إيه جوز آمن فقط استنى الرب استنى وعود الرب في رحلة التحديات استند على أمانة الرب اللي هتخليك تتبع الرب كل قلبك تخليك تعيش حياة القداسة تخليك تعيش حياة الإيمان أختم معاكم بآية في آخر أصحح في الكتاب المؤدس آية صفر الرؤية أصحح 22 وعدد 6 ثم قال لي هذه الأقوال أمينة وصادقة أو صادقة وأمينة هذه الأقوال أمينة وصادقة اللي كتب في الكتاب ده حقيقي حقيقي جدا وربنا هيعملوا زي ما قال هو قال لهم كده في إنجيل لؤ السماء والأرض تزولان أما كلامي فلا يزول عايزة أطمنك وأقول لك خبر صار جدا أن كل كلمة ربنا قالها في كلمته كل وعد في وعد لكل يوم في حياتك لكل ظرف في حياتك لكل موسم في حياتك في وعود من الرب عايزة أطمنك وشجعك النهاردة لن تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام اللي ربنا تكلم به ولا حرف ولا نقطة مش هتحصل كل هذه الأقوال أمينة وصادقة ربنا هيعملها أقول كده اللي ربنا قاله هيعمله أمين وصادق أمين وصادق شعير 54 فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع فين الأكام الجبال الصغيرة حاجات اللي وقفة دي الحاجات دي بتزول وتزعزع أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب صدق صدق في المكتوب أختم معاك بقصة النبي أرمية على مفريق الترنيم يطلع أرمية سمية النبي الباكي ومعرفش أرمية لما ربنا دعاه برضو يعني أمانت الرب كانت وضحة في حياة أرمية بس لما ربنا قال له قال له بص أنا هدعيك تكلم الشعب بس ما فيش حد هيصغي ليك يعني تخيل دي تطلعة إن محدش هيصغي ليك يا أرمية وإيه بالأرمية الدعوة مع ربنا لكن أرمية في وقت خدمته عدى بموسم صعب جدا أعتقد من أصعب المواسم اللي ممكن تعدي على إنسان وهو كتب مراسي أرمية أكتر كتاب مليان بكاء وحزن وأنين واكتئاب شاف أرشاليم وهتحترق شاف الهيكل وهو بيحترق شاف شعبه وهو بيموت قتلة في الشوارع شاف الجوع مفيش أكل ولا شرب ونجى بصورة حسب التقليد صورة معجزية أرمية من المسبحة اللي عملوها البابليين وبقى واقف على جبل الزيتون بيبص على المدينة أرشاليم اللي بتتحرق ويمكن أنت شايف حاجات في حياتك أعمالة تتحرق وتنتهي وتقع وقال عبارة أصعب ما يكون يقولها مؤمن أسوأ حالة ممكن تكون فيها في مرافق أرمية عدد الأصحاح ثلاثة وعدد 22 قال إنه من إحسنات الرب إننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول فكر نفسه بالكلمات دي هي جديدة في كل صباح اسمع الكلمة التانية كثيرة أمانتك قول لنفسك النهاردة لو محبط لو محبطة إن أمانت الرب كثيرة كبيرة هتتحقق لأنه إله أمين لأن الذي وعد أمين بولي سيقول كده فكرون ستانية أصح واحد وعدد وعشرين فيه النعم وفيه الأمين لأنه مهما كانت موعيد الله لو كانت موعيد ربنا بعيدة قوي عنك مهما كانت بعيدة مش قادر تشوفها مش قادر تقرب منها مش قادر تلمسها فيه النعم وفيه الأمين أردد هذا في قلبي قول الكلمات دي لنفسك إنه هو أمين أمين نصيبي هو الرب قالت نفسي من أجل ذلك أرجوه طيب هو الرب للذين يترجونه للنفس التي تطلبه جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسقوط بسقوط خلاص الرب عايزنا أخد وقت نصلي فيه أنا مش بقلل من الوجع اللي جواك والأزمة اللي عندك والاحتياج اليومي للأكل والشرب والأمور المادية والاحتياج للراحة الجسدية من الألام الجسد بسبب المرض أو الراحة النفسية مش بقلل بس جاي أدعوك النهاردة استند على أمانة ربنا جاي أدعوك النهاردة بكل قلبي استند على أمانة ربنا ليس الله إنسان فيجذب ولا ابن إنسان فيندم هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي اسمع عدد عشرين استقبل ده بالإيمان في قلبك بقول إني قد أمرت أن أبارك كلمة دي لك النهاردة الرب بيقولك فيه أمر خرج بالبركة لحياتك إني أمرت أن أبارك فأنه قد بارك فلا أرده لم يبثر اسما في عقوب اسم عقوب القديم هو عايش في الالتواء وهو عايش بعيد عن الرب ربنا شايفك في المسيح مش شايفك في خطيتك ولا رأى تعبا في إسرائيل يا عقوب بعد ما تغير بقى اسمه إسرائيل الرب إلهه معه وهتاف ملك فيه غمض عينك معايا في اللحظات دي استند على أمانة الرب ده احتياجك النهاردة مش عارف هتعدي الأيام الجاية ازاي مش عارف تعبر ازاي أكتر حاجة تخليك تعبر الأيام دي وتشيل القلق والتوتر والإحباط والاكتئاب أنك تستند على أمانة الرب وأن عينك تبع على الإله الأمين هو الله الإله الأمين حافظ العهد والإحسان قمض عينك وإنت في البيت وإنت بتسمعني تخليش النهاردة النهاردة آمن فقط آمن فقط وإنت في البيت 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 وتكافป trade وإنت في البيت unpack في البيت وإنت في البيت في البيت وإنت في البيت وأمكن وإن في البيت أصدق معs وإنت في البيت نرميها عليك إله الأمان عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع إله الأمان عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع في وقت الجروح والخوف والطروح بنجيلك يا غالي ألمنا يروح في وقت الجروح الخوف والطروح نجيلك يا غالي ألمنا يروح إله الأمان عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع إله الأمان عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع أوعى إبليس يكون بيتحك عليك في اللحظات يقولك دي قصص قديمة قوي من العهد القديم ده تاريخ بص على اللي حواليك وبص على الواقع ده كلام تأملات كلام اللي استهلاك من على المنابر هو فين عايز أقولك إلهنا الأمين وأمس واليوم وإلى الأبد هو هو كتب المرنم الكلمات دي قال إمبارح واليوم وبكرة الجاي ضامن وعودك إلهنا الحي إلهنا ما ماتش إلهنا قاوم من الأموات حي إلى أبد الأبدين ضامن وعوده مسؤول عن اللي قاله لا يتنصل من مسؤوليته من ناحيتنا هيعمل كل اللي قاله إمبارح واليوم شكرا مفيش غيركش بعد نفس عاشب جعانا ويفكر من الصخرة مية القلوب عبشانا مفيش غيركش بعد نفس عاشب جعانا ويفكر من الصخرة ما ينقلو بعشانا انت يسوف انبارك واليوم ويبطر الجيد ضامن وعودك إلهنا الحير انبارك واليوم ويبطر الجيد ضامن وعودك إلهنا الحير إلهنا الحير ما فيش خيرك يستي في الضعف ويدي قوة ويبطر الجيد من الأسرق قيوش بتهدي فلسمو ما فيش خيرك يستي في الضعف ويدي قوة ويطلق من الأسرق قيوش بتهدي فلسمو انت يسوف انبارك واليوم ويبطر الجيد ضامن وعودك إلهنا الحير انبارك واليوم ويبطر الجيد ويبطر الجيد ضامن وعودك إلهنا الحير إلهنا الحير ما فيش خيرك يهدم أساس أقوى السكون يملانا بالتالي وفرعنا في بطمور ما فيش خيرك يهدم أساس أقوى السكون يملانا بالتالي وفرعنا في بطمور انت يسوف انبارك واليوم ويبطر الجيد ضامن وعودك إلهنا الحير انبارك واليوم ويبطر الجيد ضامن وعودك إلهنا الحير إلهنا الحير أنا مش خايف من بكرة مش مرعوب من بكرة مع أنه بكرة كل التوقعات بتقول مختلف فين ليه مش خايف لأنه بتاع انبارح هو بتاع النهاردة هو بتاع بكرة لا يتغير لا يعتريه تغير ولا ظل دوران هو اللي قال لنا الكلمات دي السماء والأرض تزلان لكن كلامي لا يزول عارفين هو قال إيه في كلامه مهمة أول بكرة دي ها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الظهر أعظم وعد ممكن تختبره في حياتك مش إن الظروفك تتغير إنك تراه في رحلة الحياة لست أعلم ما قد يكون في غادي أنا مش عارف بكرة فيه لكن عارف إنك معايا متأكد إنك معايا وهتسير قدامي والهضاء بتمهد وهتشعر بألامي وباحتياجي وهتعزيني وهتقويني حتى لو الاحتياج لم يسدد حتى لو لم أشفى أنا مصدق إنك معايا في الرحلة دي إيدك بالطبطب علي وبتسندني بكرة مجهول لكن أنا متأكد إنه هو هيقود بكرة هيمشي قدامي عارفين هيعمل إيه؟ لو ده خط النهاية هيوصلني لغاية خط النهاية لأكون معه إلى أبد الأبدين هيحملني زي ما بيقول كده حتى إن صرته في وادي الظل الموت همشي في الوادي ده وهو شايلني لا أخافه شراً لأنك أنت معي لست أعلم ما قد يكون في غدي لا أعلم لا أعلم لا أعلم لا أعلم كم سيطول العمر بي لا أعلم لا أعلم لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك تعتني مهما يكون في غدي لا أعلم لا أعلم يوما به نسيتني لا أعلم 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 لكنني يعظي أعلم ضامني حباً به سبايتني عوناً به رفعتني صلي معايا في اللحظات دي شكرك وأعظمك عشان أنت الإله الأمين حافظ العهد والإحسان لألوف شكرك عشان عدم أمنتنا يا رب لا تبطل أمنتك شكرك عشان محبتك خابتة إلى الأبد ورحمتك إلى الأبد شكرك لأنك موجود الآن يا رب وهنا مع كل واحد يا رب أشكرك لأنه جاي يتكلمنا في أعمقنا يا رب جاي يتكلم كل واحد فينا أن يستند على أمنتك مشوار طويل والمشوار صعب لكن إحنا جايين نرمي نفسين على أمنتك يا رب جايين نقول لك سمحنا سمحنا في كل مرة شكينا في أمنتك سمحنا في كل مرة يا رب حاولنا نعملها بأيدينا سمحنا جايين النهار ده نستند على الأمانة دي مناش غيرها مناش غيرها مناش غيرك يا رب جايين نعلن إماننا فيك أنت بتاع بارح وأنت بتاع النهار ده وأنت بتاع بكرة جايين يا رب نقول لك كلامك مش بيتغير مصدقين في كلامك يا رب كلامك لن يزول حرف من كلامك لن يزول يا رب أنا مصدق مصدق أنك مع كل واحد شكرك لأنك لست ببعيد يا رب عن كل واحد فينا يا رب أنا بصلي لي والإخواتي الوقت صعب يا رب الوقت صعب افتحانين على أمنتك يا رب افتحانين على أمنتك يا رب النهاردة ده العمود الثابت يا رب الذي لا يتغير شخصك لا يتغير كلمتك لا تتغير دينا قوة يا رب للانتظار الأيام الجاية دينا قوة انتظار يا رب صلي معهونة ونعمة لولادك وبناتك معهونة ونعمة في وقت الأزمة ده يا رب معهونة ونعمة مدي إيدك يا رب وانتش الناس بتقع بتقع ناس منين عملة تقع بادت ثقتها ورجائها يا رب فقدوا الأمل يا رب مدي إيدك الأيام دي بنعمة وبإحسان وبرحمة مدي إيدك وسدد احتياجات يا رب وسطينا مدي إيدك واش في أجساد مدي إيدك أنا مصدق بكل قلبي يا رب إن مرحمك لن تزول وإحسانك لن يزول وإن أمانتك كثيرا وكبيرا قوي وإحنا جايين نرمي نفسنا على الأمانة دي يا رب بصلي معهونة لإخواتي الأيام دي من فضلك معهونة 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 من عندك ونعمة عد بينا الأيام يا رب عد بينا الجبال العالية عد بينا نهر الأردن عد بينا وعبر بينا يا رب لا يفقد أحد الأيام دي يا رب لا يفقد أحد يا رب جاي صلي إن كل آلة صورة ضد أولادك وبناتك يا رب كل آلة صورة ضد أزهنهم لتفسد أزهنهم يا رب عشان يشكوا في أمانتك لا تنجح كل آلة صورة ضد نفسياتهم بأحباط واكتئاب وتوتر لا تنجح كل آلة صورة على الأجساد يا رب الأيام دي لا تنجح انت أمين انت أمين انت أمين هنفضل مسكين فيك وقصمين فيك مش نسيبك واشكرك لأنك مش بتسبنا يا رب مش بتسبنا محتاجين لك محتاجين لك احلل نفسك الأيام دي يا رب من فضلك احلل نفسك احلل نفسك مخلص شافي اعلل نفسك محرر احلل نفسك اللي بيسدد احتياجات اعلل نفسك ومجد أبنك الأيام دي يا رب مجد يسوع مجد يسوع في علاقات زوجية الأيام دي من فضلك البيوت بتتهدم مدي ايدك يا رب مدي ايدك انت امين مدي ايدك للمحتاجين بصين يا رب مديا مدي ايدك وانت في البيت صلي صلي في اللحظات دي في محضر ربنا صلي افكارك عجيبة عن فكري بعيدة لكن بايماني ميصدق فيها وسط الاوجاب وفي الاتعاب تديني نور ونصرة تفتح ابواب افكارك عجيبة عن فكري بعيدة لكن بايماني ميصدق فيها وسط الاوجاب وفي الاتعاب تديني نور ونصرة تفتح ابواب افكارك عجيبة عن فكري بعيدة وانا ليها وانت البيان ملو بالملوك في ايدك جدوى البيان ملك الملوك سيد الاسياء لك سلطان وحدك رب العباد ملك الملوك سيد الاسياء ملك السلطان وحدك رب العباد ملك الملوك سيد الاسياء ملك الملوك في ايدك ملك الملوك في مصر وللجيش وان الامور تحسن وربنا يحفظ بلدنا وحدودنا صلي معايا في اللحظات دي واحنا بنختم الاجتماع رب اشكرك واعظمك لانك انت الاله الامين حافظ العهد والاحسان الالوف والاجيال من جيل لجيل يا رب احنا جينا نرفع مصر من ايدك الايام دي مصر من ايدك يا رب تحديات بتحيط بنا من كل حتة لكن اشكرك لانك امين لوعدك مبارك شعبي مصر يا رب كل توطر على الحدود في ليبيا كل مناوشات يا رب احمي جيشنا واحمي شبابنا واحمي اولادنا ادي حكمة للرئيس يا رب عفتح السيسي والحكومة يا رب كده يصنعون كل ما في قلبك احفظ البلد يا رب اصلي يا رب ان الوباء يذهب من مصر يا رب هذا الوباء يذهب يذهب وتبقى معجزة الناس عمالة الاعداد تزيد ومصر الاعداد عمالة تقل اعمل معجزة في البلد دي من فضلك يا رب زيارات الهية للملايين يا رب اعلانات عجائب ايات هذه الايام منتظرينك يا رب اسمعنا والحمد عوك بالشكر القائلين يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واخفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذلبين الينا ولا تدخلنا فيه تجربة لكن الجنة من الشرير لك القوى المجد الى الابد امين واله السلام يعطيكم السلام من كل جهة نعمة ربنا مخلصنا يسوع المسيح محبة الله الاب شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الان و الى الابد ربنا معكم اشتركوا في القناة